الملك نفسه ينتقد أداء حكومة بن كيران في مجال التربية والتكوين بينما يرى البعض في زعيم حزب العدالة والتنمية أو بالأحرى لا يرى في هذا الزعيم ولا في زعيم حزب الأصالة والمعاصرة زعيما مناسبا للبلاد وأخيرا ينقل الإعلامي عبدالصمد ناصر وهو مغربي ترجحات سياسية في المغرب أن بن كيران لن تسند إليه رئاسة الحكومة المقبلة حتى وإن تصدر حزب العدالة والتنمية انتخابات السابع من أكتوبر